وكان زميل مهدي سليمان قد وفعنا برسالة من مركز الطاقة في أبو ظبي عن مجريات الانتخابات في يومها الثاني نعم تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام اتفق الناخبون اليوم في مشاركتهم وإدلائهم بأصواتهم ليس على المشاركة في انتخاب مرشحهم فقط وإنما انتخابهم ومشاركتهم كان من أجل حب هذا الوطن وذلك تلبية لرؤية القيادة الرشيدة في بناء هذا الوطن ورفعته من أجل المواطن ومن أجل أن تكون الامارات دائما على هرم الدول المتقدمة عالميا بروح برلمانية بروح انتخابية يشارك فيها المواطن في اختيار من يمثلهم في أن يكون صلة ما بين القيادة والشعب اليوم هنا في مركز الطاقة في ثاني أيام الانتخابات جرت طريقة الانتخاب بشكل انسيابي وكانت الحركة دؤوبة وأيضا شهدنا ذلك التسهيل الرائع جدا من المتطوعين من الجنسين الذين شاركوا الجميع حتى في تدريب المصوطين وأيضا في اختيار مرشحهم كيفية الطريقة تم توصيتهم كيف تجري الأمور وأيضا تم إعلامهم بأن هناك مواقع إلكترونية إذا أرادوا خاصة أن يوم الجمعة يوم غد سيكون الاقتراع فقط عن طريق المواقع الإلكتروني وليس بالحضور هذا كل ما شهدناه اليوم عودة للأستوديو ترجمة نانسي قنقر